موضوعنا النهاردة عن نظرة في دننا في التعامل مع المرأة في حرى غلط احنا بنعملها كمسلمين وكمتدينين في تعاملنا مع المرأة ان احنا بنخلط بين حاجتين بين الحقوق والواجبات وبين الرحمة اللي ربنا امرنا بيها في الشرعة ربنا امرنا بان الاصل في الحياة الزوجية والحياة العائلية وفي التعامل مع المرأة عموما هو الفضل والرحمة والمودة اسمع القرآن وهو بيقول وعاشروهن بالمعروف يعني ايه وعاشروهن بالمعروف اجمل ما قرأت في تفسير بالمعروف مش معناها ما تأذيهاش معناها انك تتحمل ازاها اذا ازتك تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة اتعامل معاها ازاي اسمعوا كده وتأملوا معايا الكلمات اوصيكم بالنساء خيرا اسمعوا النبي اخر يوم يوم وفاته وهو نازل من على المنبر اخر كلمة قالها الله الله في النساء يعني ايه؟ يعني حلفتك بالله حفظه على النساء قالها تلات مرات النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا فكرة رفقا بالقوارير المرأة كائن رقيق زي الكريستال حد قال كده على واحدة ستة قبل كده كريستال رقيقة واحدة واحدة عليها النبي علمنا لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لقيم اللي يعامل المرأة وحش ده شخص لقيم مش كويس الأصل في حياة النبي مع المرأة كلمة اسمها المشاركة ودي كلمة رجالة كتير ما تعرفش معناها الحقيقي ولا بتحاول تحققه شخصية النبي مع المرأة مشاركة واستماع شخصية النبي مع المرأة فسح بيساعدها في البيت بيحبها بيحترمها خلي بالكم في نوع من الظلم في التعامل مع المرأة اسمه ظلم العواطف وأحضرة الأنفس الشح ربنا بيقول في التعامل مع المرأة في نفوس شحيحة ما هو في واحد جيبه شحيح بس اللي أسوأ منه اللي نفسه شحيحة ما بيقولش كلمة حلوة ما بيقول لها الشكرا ما بيطبطبش ما بيبتسمش في وشها إيه شح القلوب ده إذا كان عند الطلاق الطلاق اللي هو خناء ربنا بيقول ولا تنسوا الفضل بينكم الفضل سعة الطلاق وسرحوهن صراحا جميلا شكله إيه الصراح الجميل ده اللي يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة لأن الأصل في أحكام الأسرة في الإسلام الرحمة والفضل والمودة ترجمة نانسي قنقر